يعني الأمر يعتمد على التفاعلات الموجودة في يعني ما ستقول له أحداث غزة هل هذه الحرب ستتوسع ستبقى ضمن يعني النطاق الفلسطينية فالعمليات الاستناف الحوثيين هو نوع من الواحد توسع الحقيقة يعني أجلت أنه قواعد الاشتباكة اختلت بين الجانب الإيراني والأمريكي من جهة وأن سبب اختلال هذا القواعد هو الحرب في غزة وما تقوم بإسرائيل من حرب بعد يعني منرح الحقيقة دي كل القوى المتفاعلة مع المنهج الإيراني بالمنطقة مبررات يعني من الدخول في هذا الصراع ولذلك أنا أعتقد أمريكا أنا استهداف الحوثيين سيتعالها مع مشكلة الحقيقة إدارة مايدن لم تتبنى أصلا يعني موضوع الدخول بحرب اليمن وجعلتها حرب أخليمية يعني تدار عبر الأمارات والسعودية في المنطقة وأنا أريد أن أشير إلى أن يعني كما عبر الكاتب روبرت كاملان اللي في كتاب انتقام جغرافي وهو يتحدث عن اليمن مشكلة اليمن الحقيقي هي أطلالتها على مضيق باب المندب هذا البلد الذي لم يستقر سياسيا ودخل أحروب عديدة وتدخل بالقوى يعني القوى كبرى كبرى هو كان من أمرز أسباب موقع الجغرافي الحقيقة ومحاولة سيطرة القوى الكبرى على ممر باب المندب هذا الممر المهم جدا الذي يتوصف خمس قارات حقيقة ويربطوا يعني خليج عدم بالبحر الأحمر ورأسنا هذه على الجانب الآسوي برأسي باب على الجانب الأفريقي يربطوا أيضا يعني البحر الأحمر بالبحر العالم بالمحيطة عندي ولذلك تقريبا خمس الاستهلاك العالمي هو عبر هذا الممر يعني لك أنت تتخيل أستاذ أحمد أهميته على المستوى الاستراتيجي من العالم أجمع والحوتيون أغلى معاركهم التي كانت تنتقل من الوسط إلى الأطراب يعني خصوصا معارك تعز وسيطرتهم على بناء المخام يعني كان كل الكل يتصارع من أجل اللواقع الاستراتيجية ووجود الجزر الذي تفصل مضيح بالمندب إلى نصبين الجزر تقريبا 130 فزيرا وجودة في محيط يعني مضيح ما هو المندب وعلى كلها يمنية فلذلك بالمقارب الجيبوت طبعا موجودة ولكن الحضور اليمني أرسع وأكثر تأثيرا في هذه المنطقة فلذلك الآن الولايات المتحدة تحاول بحسب وجهة نظر أن تقلل الضغط يعني صحيح لا يوجد مؤشرات حالية لتقديل الضغط من البيتو الأمريكي وستطمام بالدعم بالصناع ولكن هنا اقتنعت إسرائيل وحصل قرار داخلي إسرائيلي بعملية التفاوض أو قبول الهدنة أو التهدية فبقلتك سينعكس على الأمر لأن الحوثيون حددوا المساعد واستدار عن سفن إسرائيلية فقط صحيح تم توجيه ساروح للسفينة الأمريكية ولكن أنا أعتبر رسالة سياسية وليس كما فعلوا مثلا مع السفينة الإسرائيلية التي جربت إلى مواليهم